من أقوى وأفضل هواتف أوبو في سيسيلت الرينو هو الأوبو الرينو 7 برو 5G حيث توفر في الأسواق الجزائرية ولكن بكميات قليلة حيث يعتبر الهاتف من الفئة المتوسطة العليا الهاتف جاء بالعديد من المواصفات الجيدة ولكن ماذا على سعره؟ وهل هو يستحق الشراء أم لا؟ لذلك سنشاهد في هذا الفيديو كل ما يتعلق بالهاتف مواصفاته وسعره ولكن قبل ذلك ادعمونا بلايك للفيديو لتحفيزنا على تقديم المزيد السلام عليكم معكم عادل من قناة الدقاء التقنية هاتف الرينو 7 برو 5G يقدم مجموعة من المواصفات الجيدة حيث تعتبر هذه السلسلة هي الأكثر انتشارا ولكن كما نعلم أن هواتف أوبو دائما أسعارها تكون مرتفعة على الهواتف الأخرى أو المنافسة الهاتف جاء بتصميم مميجز جدا وأنيق وعصري حيث يعتبر التصميم مختلف على تصميم سلسلة الرينو 6 حيث من الخلف ستجد ثلاث كاميرات محاطة بمستطيل دائري الحواف أيضا الظهر يتميز بألوان متدرجة لتعطي الهاتف أكثر جمالية كما استعملت أوبو حواف مسطحة بنفس لغة تصميم هواتف الآيفون مع إنحناء بسيط على الأطراف ومن الأمام ستجد ثقفه أعلى اليسار مع حواف قليلة على الجانبين والمميز في الهاتف أنه يأتي بخامات من الزجاج سواء في الظهر أو الأمام مع إطار من المعدن أيضا الهاتف يزن 180 جرام كما أن عند وصول الإشعارات للهاتف ستوضي الحواف المحيطة بالكاميرا بألوان الارجي بي على العمو التصميم مميز ومبهر وأنيق وعصري وبالنسبة لشاشة الرينو 7 برافا هي تأتي من نوع أمولود بحجم 6.5 إنش بدقة الفول أش دي بلاس تدعم معدل تحديث 90 هرتز مع معدل لمس 180 هرتز وتمتاز بسطوع جيد يصل إلى 300 نيتس الشاشة تدعم ميزة اله دي بلاس ولديها كثافة بيكسلات 402 بيكسل لكل إنش مع دعمها لطبقة حماية من نوع كورنغرون لغلاس الجيل الخامس أيضا الهاتف لا يدعم تركيب الذاكرة الخارجية ولا يدعم منفذ 3.5 مليمتر ومنفذ اليسبي من نوع تايب سي ويدعم صوت ستيريو مع دعمه لميزة الـ NFC هاتف الأوبو الرينو 7 برافا 5G يأتي بمعالج دامين سيتي 1200 ماكس بدقة تصنيع 6 نانومتر مع المعالج الرسومي RMG77 حيث يعتبر أول هاتف يأتي بهذا المعالج حيث حصل على منصة الجانجباش 5 في النواتين على 2691 نقطة وعلى النوات الواحدة حصل على 215 نقطة وعلى منصة ON228 حصل على 550 ألف نقطة كما أنه يأتي بخيارين للتخزين 256 مع 12 جيجا رام مع ذاكرة من نوع UFS 3.1 الأسرع والأحدث ويأتي بنظام ON11 مع واجهة OPPO Color OS 12 معالج دامين سيتي 1200 ماكس لديه تقنية تسمى بالALL Dibler والتي تسمح للكاميرا بالتقاط صور خالية من الضبابية ولديها تقنية أخرى تتيح بتحسين اللون والتباين عند عرض المحتوى أيضا الهاتف لديه بطارية بحجم 4500 ميلي أمبار تدعم الشحن السريع بقوة 65 نوات وتدعم أيضا الشحن العكسي وبالنسبة لبصمة الأسبع فهي موجودة أسفل الشاشة وبالنسبة للكاميرات فهي مميزة وهذا بفضل الحساس المشهور من سوني وهو الـ MX766 حيث من الخلف ستجد ثلاث كاميرات الرئيسية بدقة 50 ميجابيكسل بفتحة عدسة F1.8 بحساس لـ MX766 والثانية تأتي بدقة 8 ميجابيكسل للتصوير الواسع وآخر كاميرا تأتي بدقة 2 ميجابيكسل للماكرو فالكاميرا تدعم تصوير الفيديو بدقة 4K والـ Full HD سنجد في كاميرا سيلفي حصرية حساس لـ MX709 حيث يعتبر هذا الحساس أفضل بـ 60% في حساس الموجود في هاتف الرينو سيتا برو فكاميرا السيلفي تأتي بدقة 32 ميجابيكسل صراحة الهاتف رحيقدم لك صور ممتازة سواء في الأمامية أو الخلفية وبالنسبة للسعر المتوفر في الجزائر فجاء بسعر مرتفع جدا بصراحة ستنصدم بسعره حيث أن نسخة 250 مع 12 جيجا رام جاءت بسعر 15 مليون و 500 تلف نعم الهاتف مميز لديه شاشة ممتازة وكاميرا قوية سواء الأمامية أو الخلفية مع معالج جيد ولكن ليس بهذا السعر المرتفع بصراحة للعلم أن سعره بالدولار لأعلى نسخة يدير 625 دولار أي حوالي 21 مليون وفي الأخير ما رأيكم بلا هاتف هو سعره وهل يستحق الشراء بهذا السعر أم لا فشاركونا رأيكم في التعليقات دمتم في رعاية الله وحفظه شكرا